السلام عليكم ازايك عامل ايه؟ دلوقتي هنتكلم مع بعض عن احسن وافضل طبيق موجود على متاجر الايفون والاندرويد طبيق AI بديل شاتجي بي تي وبديل وبديل اي موقع انت سمعت عنه لكن الطبيق ده مفيد جدا ليك وهيبقى جزء من حياتك اليومية الطبيق ده خاص بشركة مايكروسوفت نزلته جديد وهو طبيق كوبايلوت والطبيق ده هنتعلم فيه مع بعض ازاي تقدر تستخدمه ازاي تقدر تسجل عليه وايه هو فكرة ان يكون جزء من حياتك اليومية يعني مثلا الطبيق ده ممكن يحللك شتات ممكن يحلتلك كويز اي كويز انتعاوزه ممكن كمان يحولك الخيال بتاعك لصورة تقدر تشوفها او خيال طفلك او ابنك تقدر تحولها لصورة هو يقدر يسلمها لك عن طريق الذكاء الاصطناعي يعني فكرة كلها انك تتخيل اي حاجة انت عاوزها او انت تؤمره باي حاجة انت عاوزها هو يحققها لك بالفعل كمان فيه خاصية جي بي تي فور اللي موجودة فيه تشات جي بي تي وكل ده مجاني مية في المية طبعا تشات جي بي تي كل حاجة دلوقتي بقت شغالة بالذكاء الاصطناعي حتى الساعة اللي فيها تشات جي بي تي تقدر تستخدمها عادي جدا لكن لقيت حاجة افضل من تشات جي بي تي لان تشات جي بي تي فيه خاصية الجي بي تي فور ده بتدفع لفلوس حوالي عشرين دولار كل شهر لكن فيه كوبايلوت مع شركة مايكروسوفت كل ده مجاني مية في المية يالا بينا كده نبدأ الشرح علشان ما تقولش عليك ياريب ما نساش دعمني بلايب وسبسكرايب ويالا بينا تعالوا كنا بقى مع بعض نزل طبيق اسمه كوبايلوت زي ما انت شايف كده ادى الطبيق قدامي انا بفتح بس الطبيق بالشكل بكده هتلاقيه على متاجر الايفون وتلاقيه على متاجر الاي او اس طيب هفتح الطبيق زي ما انت شايف كده طبعا تقدر تكلمهم باللغة العربية عادي جدا وزي ما احنا اتفقنا وعدتكم ان فيه حاجة اسمها جي بي تي فور طبعا لو ضغطت على جي بي تي فور بتكتب بها اي حاجة انت عاوزها بس مجرد ما تضغط عندك على علامة المايك اللي في الجنب دي هو على طول بيحول لك صوتك انت في كتابه لكن انا جاي اقول لك على حاجة جميلة قوي تقدر تحولها بالذكاء الاصطناعي كل عليك بس بتنزل كده بتروح عندك على الثلاث نقاط اللي موجودين فوق وتقول له هنا مكونات اضافية تمام هضغط عندي على كلمة مكونات اضافية طبعا بتضيف المكونات اللي انت عاوزها سواء كان مثلا فيه عندك تسأله عن وصفات تسأله عن رحلات طيران مطاعم شوبينج اي حاجة انت عاوزها حتى كمان ممكن تشارك في الاغنية بتاعتك انك تقدر تقول له بس الموسيقى بتاع الاغنية شكله عمل ازاي هو يحول لك الموسيقى دي جيبلك الاغنية الاصلية بتاعتها لو انت مش فاكر اسم الموسيقى حتى طبعا دلوقتي بنضغط عندي على مكونات اضافية بخرج منها خالص بضغط عندي على الثلاث شرط اللي فوق موجودين دول دا علشان تقدر تسجل دخول داخل الحساب بتاعتك يعني تعمل تسجيل دخول عبر حساب تمام طبعا انت لو عايز تسجل براحتك مش عاوز تقدر تستخدم الطبيق مجاني من غير اي تسجيل دخول كل عليك بس بتروح عندك على كلمة ديزاينر طبعا ده كوبايلوت لو انت هتسأله على اي حاجة بخاصية جي بي تي فور زي ما انا قلت لك هنا لكن هضغط عندي على كلمة ديزاينر هنا وابدا هقوله صمم لي الحاجة اللي في خيالي انا عاوزها انا جايب لك شوية تصميمات كده ممكن نأمره بيها ان هو يصممهن باللغة الانجليزية واللغة العربية يعني مثلا هنا بنقوله ابداع لمرأة من القدماء المصريين وطبعا انت انت تقدر تكمل بقية الكلام انا بضغط بس هنا عندي اقول له لسكة هنا تقدر تقرأ بقية الكلام طبعا عشان ما تقولش عليك في وقت الفيديو انا بس بقوله ارسال مجرد بس ما بقوله صورة تخيلية لامرأة من القدماء المصريين بجلاتها وجمالها الخلاب ذاتها ملامح رقيقة ومجوهرات مميزة طبعا ده بتصوير سينمائي ورائع وضقيق طقف شامخة وفخمة خلفها معالم ومتاحف مصرية طبعا انت ادات له كل الكلام ده حاجة انت تخيلتها هو على طول بيقولك هنا جار الاستجابة ويبدأ بقى هو يعمل استجابة للكلام اللي انت قلته وعلى طول بيحاول الكلام ده لصورة واقعية عن طريق الزكاة الاصطناعية هنستنى كده مع بعض وهنشوف هنوصل لايه طبعا هو بيقولي انت كده عايز الصورة اللي قدامك دي الوصف اللي انت كتبته بقولي هنا اتمنى ان تعجبك الصورة زي ما انت شايف كده بقولي جاري انشاء الصورة او بيعمل للصورة وتعلوا بنا كده نشوف الصورة هيبقى شكلها عامل ازاي زي ما انت شايف كده دي صورة المرأة اللي انا طلبتها منه بيبقى بالشكل اللي قدامك ده كده مجرد بس ما بتضعط على الصورة بتفتح معاك كتصميم رائع جدا من الزكاة الاصطناعية بشكل اكتر واقعية يعني انت مش محتاج الرسام علشان يرسم لك كل الكلام ده انت كل ده بتعمله عن طريق الزكاة الاصطناعي طبعا انا هطلب منه تصميم تاني على سبيل المثال انشئ صورة لطفل مصري بيرتدي لهوقت لباس تقليدي زي الجلباب يحمل فانوس اللي هو بمناسبة شهر رمضان انا بقول له هنا اضغط ضغطة كده وبقول له لسك الكلام ده طبعا وبقول له هنا ارسال وهنشوف برضو هيعمل معالجة للصورة وهيرسم لي نفس التصميم اللي انا عاوز ولا لا طبعا الطفل انا امرت انه بيكون في ايده الايمين وفي فانوس طبعا والايد الاخرى بيحمل صورة مصغرفة مكتوب عليها رمضان هو هيعرف بقى الزكاة الاصطناعي يرسم لي الصورة دي ولا لا طبعا زي ما انا قلت لك انك تقدر تجيب اي تخيلات انت عاوزها تكتبها بس وهو يحالك زي ما انت عاوز ونشوف كمان مميزات كتير جدا في الطبيق ده يعني شوية كده هنشوف كده مبعد ان انا هبعت له اختبار كويز واشوف هيرد علي بالاجابات ولا لا كل ده بنختبر ونحط كوبايلوت تحت اختبارات مع بعض كده في الفيديو ده يعني يعتبر كارس عن الزكاة الاصطناعي بيتكلم على كوبايلوت بس زي ما انت شايف كده قال لي اتمنى ان يعجبك الصورة وطبعا كتب نفس الكلام اللي انا كتبته يعني هو بيرد علي بنفس الكلام هو يبدأ يترجم كل الكلام ده علشان يحاولهولك عن طريق الزكاة الاصطناعي بصورة زي ما انت شايف كده بالفعل العمالي يعني يا سلام على الروعة شايفين كده حتى كمان تقدر كمان تنزل الصورة لو انت عايز تنزلها بتقاط عندك بس على كلمة مشاركة او تنزيل زي ما انت شايف كده دي كده روعة الصورة مسك فعلا الفانوس في ايده اليمين وفي لوحة وراه مزغرفة زي ما انت شايف كده تعالي بنا كده نشوف اللوحة التانية هنا برضو مكتوب طبعا هو مش عارف يكتب كلمة رمضان كريم لان الزكاة الاصطناعية حتى مش متعود ان هو يكتب الكلام المزغرف زي ما انت شايف كده برضو ماسك الفانوس في ايده اليمين عادي جدا طبعا هنا بتقدر تقلب في الصور هنا برضو يعني زي ما انت شايف بيحاول يكتب كلمة رمضان بس الكلمة مش مزبطة معي يعني انا مش عارف ليه بالذات الزكاة الاصطناعية مش عارف يعمل النقطة دي لكن برضو هنا برضو حاول يكتب كلمة رمضان كريم حاجة زي كده لكن برضو هو معرفش يكتبها لكن الرسم التوضيحي بصراحة روعة جدا 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 لو انت حابب برضو ترسل اي حاجة تانية ادلو بس الامر وهو يعملك كل حاجة في بماغك طيب دلوقتي عارفنا كده نشوف ازاي لو انا بعدت له كويز على كوبايلوت نرجع لكوبايلوت كده تاني على الثلاث نقط او الثلاث شرط اللي كانوا موجودين ونروح عندنا على كوبايلوت هنا بقولك جي بي تي فور زي ما انت شايف كده جي بي تي فور طبعا انا بستخدمها بشكل مجاني لو كنت اضغب بص عندي على كلمة المايك وقلت له اخر اخبار التكنولوجيا اليوم طبعا بعمل ارسال وبعد كده بشوف هو هيبعت لي اخر اخبار اللي هي بتاعت النهاردة ولو اصلا بتاعت تحديث من قبل سنيتين او ثلاثة اخر تحديثات بينزلها لكوبايلوت وكل ده مجاني طيب هشوف برضو هيبعت لي ايه عن اخبار التكنولوجيا النهاردة زي ما انت شايف كده هو بالفعل بدأ يجيب لي اخبار التكنولوجيا النهاردة يعني مثلا كان بيكلمني على شركة ابل ان هي دفعت غرامة ويلون ماسك عمل شريحة دماغية واليابان بقولك ومهمة فضائية تطلق حملة تنظيف الفضاء وعندي هنا لينوفو بقولي تكتشف انقاب او حاجة زي كده لينوفو تكتشف اول كمبيوتر شفاف تمام طبعا الحاجات ديت لسه من شوية يعني من سانيتين او ثلاثة ده بيتكلم عن اخبار التكنولوجيا طيب دلوقتي هنا زي ما انت شايف كده برضو عمل لي جاب لي الصور وجاب لي حتى كمان المواقع اللي هي اعتمدها او جاب منها الاخبار اللي هي المصادر بتاعت الكلام اللي وجبه لي طيب دلوقتي لو انا بعت له كمان كويز يعني مثلا هبعت له كده افتح الصور عندي واقول له هنا عند الجلاري بتاعي واقول له هنا كويز واقول له هنا رفع ابلود للصورة انا قلت له هنا انا كن بحل هذا الكويز بعد ما رفعت الصورة بتاعتها عملت لها ابلود زي ما انت شايف قدامك كده وهنشوف هل هو بالفعل هيقدر يحل الكويز ده ولا لا بقول لك جاري تحديد الصورة قد تكون الوجوه ضبابية لحماية خصوصية طبعا لو في اي صورة فيها وجوه هو مش هيعملك ابلود ليها لكن عايزين نعرف هو بالفعل هل هيحل الكويز ده ولا لا هنشوف كده مع بعض شايف كده هو بيبدأ يحل لك الامتحان بتاعك اللي انت بعتهوله على شكل صورة عادي جدا يعني هو بيبدأك حتى كمان كتب لي كل الكلام ده من جديد وبيبدأ بقى يحل لك كل الصور وكمان بيجيب لك عفوا كل الاختبارات وبيجيب لك كمان المصادر الخاصة بالاختبارات دي يبقى كده كان كل شرحنا على طبيقكو بايلوت ويعتبر من افضل واحسن الطبيقات والبديل لميد جورني والبديل لتشات جي بيتي وكمان جوجل بارد او جيميني كده انا شرحنا انتهى قبل ان يكون الشرحة عجبة كده منساش دعمني بلايك وسبسكرايب واشوفكم في حلقة جديدة سلامة